اهلا بكم في قناة ليزي بروجرمرز وهنتعلم النهاردة درس المتغيرات variables تعالى بدأ معك على طول باللعبة دي اللعبة دي انت بتتحرك فيها يمين والسندوتش ده بيتحرك شمال وكل ما طلقت السندوتش ده كل ما السكور بتاعك يعلم بواحد ابقى معنى الكلام ده وعلاقته ايه بالمتغيرات بص كده السكور بتاع اللعبة دي عامل بالزبط زي السندوق ده السندوق ده لي اسم اللي هو النام صور وليه نوع اللي هو نوع الحاجة اللي بيشيلها يعني بيشيل ارقام وعلا بيشيل نصوص ولا ايه فسندوق صور ده نوع انه بيشيل ارقام ورقم يعني انتجر فاحنا هنختصرها لانت فبص كده هو ده نوع انت وثالث حاجة القيمة اللي هو شايلها هو دلوقتي شايل قيمة ستة يعني كده المتغير الرقمي اللي اسمه سكور Diese قيمة ستة. فخلي القيمة دي اهي جوة. طيب افرد عايزة اغير القيمة اللي جوة المتغير ده. بسيطة خالص. اروح جاي بقيمة جديدة. احطها. والقيمة الاديمة دي هتتلغي لوحدها. فكده بقى بيساوي عشرة. طيب بس انا كده كده في اللعبة مش بغير القيمة بتاع المتغير خالص. لأنا بخليها زي ما هي بس بزود عليها واحد كل ما اكل سندوج. اه طيب بسيطة. بص كده هقول يساوي السكور الاديم زي ما هو. بس زود عليه واحد. سكور يساوي سكور زائد واحد. ده معناه اني بقوله زود واحد على المتغير السكور اللي عندك. فكده قيمته دلوقتي حداشر. طب لو عملت نفس الحركة تاني كده قيمته بقيت اتناشر. وهعمل نفس الحركة دي او الجملة دي كل ما ياكل سندوج. تعال بقى اشرح لك الاكواد دي من الاول. اول سطر ده انا بعمل فيه تعريف لمتغير. يعني بنشئ السندوق بس لسه السندوق فاضي مفوش اي قيم. بس عشان انا اعمل صندوق اساسا فانا محتاج معلومتين لازم اكتبهم. اول حاجة ال data type او نوع ال data اللي الصندوق ده هيشيلها. فاحنا في صندوق سكور كان نوعه انتجر اللي هو رقمي. انت. تاني معلومة عن الصندوق لازم اكتبها اللي هي اسمه اللي هو ال variable name. اللي هو هنا كده سكور. تاني سطر انا بدي قيمة اولية او ابتدائية للمتغير. يعني بعمل initialize variable. وهنا علامة يساوي دي معناها بالزبط كاني بقول للبرنامج خد الحاجات اللي في الجنب اليمين حطها في الحاجة اللي في الجنب الشمال. فبقول له خد الستة حطها في المتغير سكور. والعلامة دي اسمها assignment operator. تالت سطر انا بعمل فيه تحديث لقيمة المتغير سكور. يعني بعمل updating variable. فهعمل نفس الحركة هاخد القيمة اللي على يمين ال assignment operator هحطها في المتغير اللي على شمال ال assignment operator اللي هو هنا سكور. يبقى خدت العشرة حطتها في السكور. فكده قيمة السكور بقت عشرة. رابع سطر انا بعمل update variable تاني بس مش بقيمة مباشرة. بص كده البرنامج هيعمل ايه? هيروح الجنب اليمين الاول يخلصه وبعدين ياخد القيمة النهائية بتاعته ويحطها في الجنب الشمال. فقيمة السكور كانت عشرة وهزود عليها واحد يبقى ناتج اليمين كله 11. رح واخد ال 11 حطتها في المتغير اللي في الجنب الشمال فيتحدس قيمته ال 11. فكده القيمة الحالية لسكور بقت 11. تعالى بقى نشوف الكلام ده على البرنامج عشان اوه ريلاكس هولته ازاي. بسم الله تعالى دلوقتي نطبق مع بعض اللي تعلمناه في اول درس في المتغيرات. هنفتح برنامج الانتليجيه. وانا اعمل new project هنعمل مشروع جديد. وهنا هنقول له next. ونيجي هنا هنعلم صح زي ما عملنا في اول درس. بعدين نيجي هنا next. وهنا هنسمي المشروع. فمسلا خلينا نسميه variable. طيب هنعمل finish عشان يعمل المشروع. كده هو اعمل المشروع وكده جاهز ان نشتغل. تعالى الاول مع بعض نطبق الحاجات اللي احنا عملناها في الفيديو. هجي هنا هو دوس enter عشان ننزل على السطر اللي تحتها. ويلا اقول لي بقى انت دلوقتي عايزين نعرف متغير. والمتغير ده هيكون اسمه score. يبقى هعمل ايه? اول حاجة هكتب نوع data اللي المتغير ده هشيلها. فالمتغير ده هشيل الارقام يبقى هكتب انت. فاول ما اكتب كده اي ان هلاقيه اهو اقترح لانت. هدوس انتر. ها فاكر بقى تاني حاجة كنا بنعملها عشان نعمل السندوق بتاع المتغير. كانت اسم المتغير. فهنا المتغير هنسميه score. كده انا خلاص عملت السندوق بس اي جملة ورمجية في الجافا بتنتهي بسيمي كولن. فهعمل هنا علامة السيمي كولن. وهنزل السطر اللي تحتها. هنا بقى عايز ابدأ ادي للمتغير score ده قيمة. فهكتب score وهعمل السيمي كولن. طب عايزين نتأكد بقى ان فعلا البرنامج عمل لنا المتغير او السندوق اللي اسمه score. وحط جوال قيمة ستة. فهنستخدم امر الطباعة اللي تعلمنا الدرس اللي فات. هنزل كده سطر وهكتب امر الطباعة. اس اوت دوس انتر هو يكمل للسطر. وهاجي هنا بين القسين اكتب المتغير اللي انا عايزه يدين القيمة بتاعته. فهكتب على طول هنا score. خد بالك انا هنا كتبت اسم المتغير score بدون علامات تنصيص. لان انا مش عايزه يدبعلي كلمة score نفسها انا عايزه يدبعلي قيمة المتغير score. يعني عشان تكون فاهمني بالزبط خليني كده حطيلك كلمة score دي بين علامتين تنصيص. وتعالي اعمل run كده للبرنامج. هلاقي ان هو طبعا هنا كلمة score. طبعا انا مش عايز كده انا عايزه يدبعلي قيمة المتغير score. فهشيل علامات التنصيص. كده بقى لو عملت run هلاقي راح فعلا مدين القيمة بتاعت score اللي هي ستة. القيمة اللي انا اديتها له هنا. طيب تعالي انزل بقى سطر كده وابدأ قدي قيمة تانية للمتغير score. فمسلا هغير القيمة بتاعت score من ستة هخليها عشرة. فهقول score يساوي عشرة. كده المفروض ان قيمة عشرة هي اللي دخلت بقى في المتغير score وستة دي خلاصت مسحت. فتعالي نتأكد ان ده اللي حصل بامر الطبعة. هنزل وعمل s out وهكتب برضو score. اعمل run. هلاقي فعلا طبع للقيمة الاولانية ستة. وبعد كده طبع للقيمة التانية عشرة بعد ما تحدثت. بس فاكر احنا في اللعبة ما كناش بنغير القيمة احنا كنا بنزود واحد بس. فدي كنا بنعملها ازاي? كنت بكتب للبرنامج كده. بقول score يساوي. ال score اللي عندك بالقيمة الاديمة بتاعته بس زود عليه واحد. وكان البرنامج بيعمل الحركة بقى لو فاكرها ان هو بيروح وخلص الحاجة اللي في الجنب اليمين. وبعدين ينقلها في الجنب الشمال. فكده مفروض القيمة الحالية ل score تبقى احداشر. تعال هنعمل امر الطبعة تاني ونتأكد. س out score وهعمل run. هلاقي فعلا طبع لي ستة عشرة بعد كده زود واحد على عشرة خلها احداشر. ودلوقتي بقى عايز اسألك سؤال ايه اسم العملية اللي بتتعمل في كل سطر من الاسطر دي? ها ايه رائك? السطر الاولاني ده انا بعمل في ايه? بعمل انشاء للمتغير اللي هي والتاني سطر ده انا بدي فيه القيمة الاولية للمتغير اللي هي والسطر ده بعمل فيه بالزبط update variable. والسطر ده كزلك برضو بعمل update variable. تمام انا بقى همساحهم دلوقتي لاني متأكد ان خلاص اعرفهم كويس. خليني بقى اعلمك اختصار حلو للسطر ده. لما تكون عايز تقولي البرنامج يزود واحد على القيمة اللي عنده ممكن تكتبها بطريقة اسهل من انك توقع تقول score يساوي score زائد واحد. اختصار كده انك تروح كاتب score plus plus. هو كده خلاص فيهم ان انت عايز تزود واحد على قيمة score. فتعال كده نعمل run. هلاقي نفس الناتج بالزبط ان ستة عشرة حداشر. وطبعا لو جيت هنا روحت مزود سطر تاني score plus plus. يبقى القيمة اللي هتطلع هتكون كام بالزبط اتناشر. تعال نعمل run. هلاقيه هنا طلع لي اتناشر. لان القيمة هنا كانت عشرة. وانا طبعتها فطلع لي العشرة. بعد كده زودت واحد على عشرة بقت حداشر. هكذا زودت واحد كمان بقت اتناشر. بعد كده طبعت اللي اتناشر. طيب تعال اعمل معك برنامج تاني كده. عايز اعمل متغيرات تشلي عدد فاكهة معينة عندي في البيت. فمسلا انا عايز متغير يشلي عدد فاكهة التفاح عندي. ومتغير تاني يشلي برضو عدد المنجة. ومتغير يشلي بقى مجموع الفواكه اللي عندي في البيت. تعال كده نعمل الكلام ده. اول حاجة هعمل متغير انا هنا محتاجه رقمي يبقى انت. هعمل دلوقتي اللي هيشيل التفاح فاسميه ايه? وهقفل السطر وانزل ع السطر التحتي واقول له عايز ادي له قيمة اولية عشرة. اقول له يساوي عشرة. وهنا قبل ما كمل عايز اقول لك على معلومة. بالشرط ان انا اعمل في سطر واعمل في سطر تاني. لأ انا ممكن اعمل اللي اتنين في سطر واحد. بص كده همسح السطر ده. وهاجف السطر بتاع ده اهدي القيمة الاولية على طول. هقول له يساوي عشرة. عادي ان انت تعمل كده مفيش مشاكل. طيب هنزل اعمل بنفس الطريقة متغير تاني للمانجا. فاقول له انت برضو بيساوي خمسة. كده انا عملت متغيرين وحطت لهم القيم الاولية بتاعتهم. عايز بقى متغير تالت يقول لي عدد الفواكه اللي عندي في البيت كلها بغضى النظر عن النوع. فمثلا هعمل متغير تاني انت برضو اسمه وهنا بقى هاجي عند القيمة بتاعته هقول له ايه? هاجي اقول له هنا مسلا خمستاشر اجمع الرقمين بنفسي? يعني اجمع العشرة دي والخمسة دي واروح حاطة القيمة دي هنا. طيب انا معاك ان انت ممكن تعمل كده بس نفترض دلوقتي جوعت واروحت كلة تفاحة. فبقى التفاح ده تسعة. كده المتغير ده قيمته بازت. المفروض دلوقتي يكون اربعتاشر مش خمستاشر. فهنا بقى تيجي فايدة الان هقول لك عليه ده. ان انا اقدر ادي قيم لمتغير بمتغيرات تانية برضو. فانا دلوقتي منطقيا كده عدد الفواكه اللي في البيت كله بيساوي مجموع كل انواع الفواكه اللي عندي. فقدر اجي هنا بدل خمستاشر دي اقول له زائد وكده بقى ضمنت ان دايما المتغير ده هيتابع التحديثات اللي هتحصل هنا. فاي تغيرات هتحصل في الحاجات دي مش هيفرق معي. كده كده الرقم ده هيكون سليم. طيب تعالي نعمل امر الطباعة ونتأكد من الكلام ده. وهكتب هنا تعالي كده عمرا. هلاقي فعلا مطلع لي هنا اربعتاشر اللي هو مجموع التسعة والخمسة. وعادي بقى دلوقتي مش هيفرق معي لو حصل للفاريابولز دي. فمسلا لو جيت هنا وروحت اقيل زاد واحد. وروحت عمل فكده هتوقع ان يطلع لي هنا خمستاشر فعلا خمستاشر. لان انا جيت حدس التسعة دي باني زودت عليها واحد فبقت القيمة بتاع عشرة. وروح تجامع العشرة والخمسة هنا فاطلع لي الناتج خمستاشر. طيب بعد شوية روح توكل واحدة مانجة فهنزل هنا على وبنفس الطريقة اللي بزود بها واحد هنقص واحد برضو. قدر اعمل كده جامل بعض. يعمل نقص واحد برضو. اللي هو كأن كتابت يساوي نقص واحد. هي هي نفس الفكرة بتاعت طيب كده لو عملت رن متوقع ايه? قيمة بتاع النمبر كانت تسعة وزاديت واحد بقت عشرة. القيمة بتاع النمبر خمسة ونقصت واحد فبقت اربعة. فكده هتوقع ان يطلع لي اربعتاشر. تعالي كده نعمل رن. هيطلع لي فعلا ربعتاشر. خلينا بس نوضح هو اربعتاشر دي بتعبر عن ايه اصلا في البرنامج. فممكن ناجي هنا كده في امر الطباعة ده. واكتب جملة نصية تطلع قبل الرقم ده. تعالي كده وريك قصدي ايه بص لو جيت هنا كده وفتحت علامتين تنصيص. وكتبت في قسطيهم نمبر اوف روتس ان يور هاوس. وهعمل كده نقطتين اللي فوق بعض دول. كده كل ده نص. النص ده انا عايز اقول له بعد ما تكتبه حطي لي جنبه القيمة بتاعة المتغير ده. فعمل هنا زي ما قلنا في درس الطباعة. كعلى كده انا اعمل رن. هلاقيه فعلا طبعها لي مزبوطة بس لو تلاحظ هنا اربعتاشر لزقة في العلامة دي. ده لان انا مش حاطت هنا مسافة فهعمل مسافة كده هنا. واعمل رن. هلاقيها فعلا كده زبطت وبقى في مسافة هنا. ممكن برضو اجي بعديها هنا واروح اعمل برضو تاني وافتح علامتين تنصيص واكتب فروتس. واعمل رن. على اساس يعني ان عندي اربعتاشر فهتطلع لهي بس برضو حكاية المسافة دي. فهاجي هنا اعمل مسافة قبل كلمة فروتس. واعمل رن. هلاقيه زبطها لي وعمل لي المسافة. يبقى انت كده تعلمت انك تقدر لما تعمل متغير جديد تحط جوا قيم متغيرات موجودة اساسا بالفعل في البرنامج. يعني مش شرط دايما تحط ارقام او تحط قيم ثبتة. ودي طبعا حاجة مهمة وهتحتاجها وتستخدمها كتير. عايزك بقى تقعد تجرب تعمل حاجات زي دي كده على البرنامج. عشان تعرف بنفسك ان الموضوع سهل جدا وما فيش اي مشاكل. نجي بقى النقطة مهمة. انا امتى بستخدم المتغيرات? فالاجابة في الاسم. لو انا عندي حاجة هتتغير. بص كده مسلا لعبة فيفا. دلوقتي الفرقين دول ممكن يجيبوا جون في اي وقت. يبقى عدد الاهداف ده قابل للتغير. فتخيل كده البرنامج هيبقى عامل ازاي? هيبقى عندي متغيرين. واحد اسمه مثلا والتاني اسمه ساكن تيم جولز. وكل واحد فيهم هيكون لسه بصفر في بداية الماتش. وكلما الفريق الاول يجيب جون هننفذ الامر ده. يساوي زائد واحد. وكلما الفريق التاني يجيب جون هننفذ الامر ده. ساكن تيم يساوي ساكن تيم زائد واحد. يا رأيك شفت المتغيرات مهمة ازاي? تعال اقولك عن مثال اجمد شوية. بص كده في اليوتيوب مثلا عدد اللايكات على فيديو معين هيكون محفوظ في المتغير. فمثلا المتغير ده اسمه لايكس نمبر. ونوعه انت. وكلما حد يعمل لايك هيتنفذ الامر ده. لايكس نمبر يساوي لايكس نمبر زائد واحد. او اللي اختصرناها على البرنامج بالطريقة دي. لايكس نمبر بلاس بلاس. تعال بقى اديلك كويز على درس النهار ده. كويز ده هتحله وتكتيب لاجابته تحت في التعليقات. اول سؤال ايه من دول جملة برمجية خاطئة. وهنا ممكن يكون في كذا اختيار. اكتب ارقامهم في الاجابة. تاني سؤال كمل الكود ده. لو دي تفاعلات الناس على بسط على الفيس. فعايزك تكمل الكود حيث المتغير ده توتا الرياكتس يعبر عن اجمال التفاعلات. اكتب حل السؤالين في تعليق من غير ما تنشغل بباقي التعليقات. وفتكر انه مهم جدا تلتزم باللي قلتلك عليها عشان تلاقي نتيجة سريعة زي ما عادتك ان شاء الله. بس اني اشوف الحل بتاعك. ما تنساش تعمل لايك عشان ده بيفرق جدا في وصول المحتوى. يلا اشوفك الدرس الجاي. سلام.